موسيقى أبنائي وبناتي الطلبة نلتقيكم بدرس جديد من دروس الصف السابع لمادة الرياضيات الجزء الأول موضوع حلقة اليوم هو الوحدة الأولى فقربها عرض البيانات ولكن قبل أن نبدأ نأخذ فاصل ونرجع لكم أبنائي الطلبة والطالبات مرحبا بكم من جديد موضوع حلقتنا اليوم كما سبق وقلنا لكم هو الوحدة الأولى فقربها عرض البيانات ماذا نتعلم؟ سننتعلم في هذا الدرس أولا تنظيم البيانات باستخدام العلامات التكرارية والجداول التكرارية أيضا نستخدم التمثيل البياني بالنقاط المجمعة لتوضيح شكل مجموعة البيانات نصنع التمثيل البياني بالأعمدة أيضا ننظم المجموعات الضخمة من البيانات باستخدام مخططات الساق والأوراق في البند اللي أمامكم واحد أربع العلامات التكرارية الجداول التكرارية التمثيل البياني بالنقاط المجمعة في الجزء السابق درست طرغان متنوعة لعرض البيانات بالتمثيلات البيانية ولكن قبل عرضها يجب تنظيمها نأخذ مثال رقم واحد يوضح الجدول التالي ما يدخره الطلاب فصل في أحدى المدارس المتوسطة من الدنانير في شهر علما بأن الفصل فيه 25 طالبا إذن هذا هو الجدول أمامكم أسماء الطلاب والمبلغ بالدنانير الذين يدخرونه من خلال علامات التكرارية نستطيع أن ننظم مجموعة ضخمة من البيانات وكل علامة تكرارية توضح ظهور قيمة من البيانات مرة واحدة وأيضا من خلال الجدول التكراري يمكن أن يساعد يساعدك على تنظيم البيانات بسرعة وكل قيمة تظهر في البيانات يتبعها عدد مرات تكرارها أمامنا تنظيم المبلغ بالترتيب عن طريق الجدول التكراري هنا المبلغ ما يدخله التلاميذ خمسة دنانير مرتبة تصاعدياً وما يدخله التلاميذ وهو ستة دنانير وأيضا سبعة دنانير وأيضا ثمانية دنانير في العمود الثاني العلامة التكرارية لكل وحدة من البيانات إذن ما يدخله التلاميذ من مبلغ خمس دنانير نجد يقالب له أربع علامات تكرارية وأيضا ما يدخله التلاميذ من مبلغ ست دنانير يقابله تسع علامات تكرارية أما السبع الدنانير فيقابلها عشر علامات تكرارية أما الثمانية الدنانير فيقابلها علامتان تكرارية الآن نعد العلامات التكرارية ونوجد التكرارات إذن المبلغ الذي يدخله للطلبة وهو مبلغ الخمس الدنانير علامات التكرارية أربع والتكرار عندنا أربع أما العلامات الكاريرية التسعة فيقابلها العدد تسعة وهكذا في المبلغ الذي ادخل التلاميذ سبع دنانير ويقابلها عشرة عشرة وأيضا الثمانة يقابلها اثنان نتكلم الآن عن النقاط المجمعة يبين التمثيل البياني بالنقاط المجمعة شكل مجموعة من البيانات تمثل فوق خط الأعداد وهو يماثل مجموعة من العلامات التكرارية كما هو موضح فيما يلي وبدلا من استخدام العلامات التكرارية نستخدم العلامة X لتوضيح ظهور قيمة من البيانات مرة واحدة إذن أمامنا الجدول التكراري نضع خط الأعداد نرتب ما يدخل التلاميذ ترتيبا تصاعديا إذن خمسة دنانير يقابلها أربعة نقاط أما ستة دنانير فيقابلها تسعة نقاط أما السبعة دنانير فيقابلها عشرة نقاط أما الثمانية دنانير يقابلها نقطتان الآن نأتي إلى مثال آخر الجدول المجاور يوضح نتاج استطلاع رأي عشرين طالبا في إحدى المدارس المتوسطة ويبين متوسط عدد المكالمات الهاتفية اليومية التي يجريها كل منهم نمثل البيانات يريد مننا تمثيل البيانات باستخدام النقاط المجمعة هذا الجدول يوضح متوسط المكالمات الهاتفية اليومية نرسم الآن خط الأعداد ومن ثم نرتب عدد المكالمات ترتيبا تصاعديا نجد أن التلاميذ الذين لم يجروا أي اتصال يقابلها نقطة واحدة أما من أجرى مكالمة واحدة فيقابلها أربع نقاط أما من أجرى مكالمتان هاتفيتان فيقابلها ثلاث نقاط وأما من أجرى ثلاث مكالمات هاتفية فيقابلها سبع نقاط أما من أجرى أربع مكالمات هاتفية فيقابلها ثلاث نقاط أما من أجرى خمس مكالمات هاتفية يقابلها نقطتان إذن من خلال البيانات التي رسمناها بالنقاط المجمعة يوضح لنا الخط البياني أن العدد الثلاثة هو العدد الأكثر شيوعا لعدد المكالمات الهاتفية وأن العدد صفر هو العدد الأقل شيوعا لأن العدد الثلاثة يوجد فيه نقاط أكثر من باقي النقاط التالي أما العدد صفر فهو أقلها نجد أيضا أن في التمثيل البياني بالنقاط المجمعة أن العددين اثنان وأربعة لهم التكرار نفسه ويوجد لديهما ثلاثة نقاط تحقق من فهمك ما أوجه الشبه بين جدول العلامات التكراري والتمثيل بالنقاط المجمعة وما أوجه الاختلاف إذن نأتي لأوجه الشبه كل من الجدول التكراري والتمثيل البياني بالنقاط المجمعة يعطي فكرة عن تكرارات كل قيمة في البيانات أما أوجه الاختلاف يعد الجدول التكراري أسهل في الكتابة ولكنه لا يعطي شكلا للبيانات وذلك بعكس التمثيل البياني بالنقاط المجمعة الذي يعطي شكلا للبيانات على الرغم من شغله لحيز أكبر في الكتابة أيضا هل يمكن عرض البيانات نفسها باستخدام الجدول العلامات التكراري والنقاط المجمعة؟ فسر إجابتك نعم يمكن توضيح البيانات نفسها باستخدام كل من الجدول التكراري والتمثيل البياني بالنقاط المجمعة ولكنهما يوضحان البيانات بطرق مختلفة فالجدول التكراري يستخدم العلامات التكرارية في حين يستخدم التمثيل بالنقاط المجمعة الحرف X ليدل على كل علامة الآن ننتقل إلى بند 1.5 وموضوعه المقاييس المدرجة والتمثيل البياني بالأعمدة تعرف كيف تقرأ وتفسر تمثيل البياني بالأعمدة والآن سوف تتعلم صنع التمثيل البياني بالأعمدة التمثيل البياني بالأعمدة هو طريقة مرئية لعرض البيانات ومقارنة البيانات العددية المقياس المدرج التمثيل البياني للأعمدة هو مصطرة لقياس ارتفاعات الأعمدة إذن هذا الأمامك المحور الأفقي وأيضا هذا الأمامك هو المحور الرأسي وهو المقياس والفترات هي تقسيمات متساوية تحدد على القياس وتجعله أسهل في القراءة إذن الفترات موجودة على المحور الرأسي الذي هو المقياس أما طول الفترة فهو يساوي نهاية الفترة ناقص بداية الفترة الخطوط التي يبنى عليها التمثيل البياني بالأعمدة هي المحور الأفقي والرأسي يشير المدى في أي مجموعة من البيانات إلى الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة لهذه المجموعة ننظر إلى الجدول لأمامنا والسؤال أكبر قيمة في مجموعة البيانات المجاورة هي 31 وأصغر قيمة هي 28 والعشرون إذن الفرق بين الواحد والثلاثون والثمانية والعشرون هو ثلاثة أي أن المدى يساوي ثلاثة وإذا كانت البيانات من مجموعة منتشرة باعتدال دون تحيز من أصغر قيمة إلى أعلى قيمة فأنهم الأفضل في التمثيل البياني بالأعمدة أن نبدأ المقياس من العدد الصفر في المثال رقم ثلاثة أنشأ بعض التلاميذ في المدرسة نادي التراث وقاموا بوضع ملصقات وكتيبات تعرف المواطنين الكويتيين بتراث بلدهم من خلال هذا الجدول استخدم البيانات الصنع تمثيل بياني بالأعمدة إذن نرسم المحور الأفقي نرسم المحور الرأسي وأيضا ننظر إلى أعلى قيمة عندي التي يمثلها العدد سبعتاش إذن في الفترات لا بد أن تكون أكبر فترة عندي أكبر من القيمة سبعتاش إذن من سهل تقسيم العشرين إلى فترات من خمسات إذن أنا اخترت العدد العشرين لأنه أكبر من العدد سبعتاش الآن قسمنا الفترات إلى خمسات صفر خمسة عشرة خمستعش عشرين إذن أسخر عدد في البنات هو العدد اثنين والبنات منتشرة باعتدال دون تحييز عبر المدى من اثنين إلى سبعتاش ولذلك فأن الصفر هو اختيار مناسب لبداية المقياس نكمل أيضا من خلال المثال الثالث مثل كل صف بعمود رأسي له العرض نفسه وأعط كل عمودا اسما ثم ضع عنوان التمثيل البياني الآن رسمنا العمود الأفقي ورسمنا العمود الرأسي ووزعنا الفترات إذن الآن نضع الفترات تمثلها عدد تلاميذ والمحور الأفقي ويمثله الصفوف إذن الصف الأول ويمثله العمود سبعتاش أما الصف الثاني فأن طول هذا العمود يمثله العدد أربعة أما الصف الثالث فيمثله العمود الذي طوله عشرة أما الصف الرابع فيمثله العمود الذي طوله أربعة أما الصف الخامس فيمثله العمود الذي طوله إثنان يمكنك أيضا استخدام فترات طولها إثنين أو أربعة أو عشرة التلاميذ المشاركون في نادي التراث هو عنوان للتمثيل البياني ولدينا الآن نبذة مختصرة عن المثال الذي يلي هذه النبذة تتجمع أحيانا كل قيم البيانات لتكون أعلى من قيمة محددة وفي هذه الحالة يفضل تجزيع المقياس كما في المثال التالي إذن هذه النبذة المختصرة توضح لنا سير المثال الرابع البيانات التالية تبين متوسط أجر العام الشهريا عام 2000 في صناعات مختلفة مثل هذه البيانات بالأعمدة استخدم المقياس المجبزة إذا كان مناسبا إذن هذا الجدول يوضح نوع الصناعات والأجر بالدينار الآن بعد ما نرسم المحورين الأفقي والرأسي نضع الآن المحور الأفقي ويمثله الصناعة والمحور الرأسي ويمثله الأجر بالدينار نأتي إلى الحديد والصلب الحديد والصلب ويمثله العمود 480 دينار أما التجهيزات فيمثله العمود 420 أما الآلات الكهربائية أما الآلات غير الكهربائية فهي يمثلها العمود 490 أما الصناعات الثقيلة فيمثلها العمود 440 أما الصناعات المعدنية فيمثلها العمود 450 من خلال التمثيل البياني التالي نجد أن أكبر عمود لدينا هو الآلات غير الكهربائية أما أصغر عمود فهو التجهيزات الكهربائية تحقق من فهمك كيف يؤثر المدى في مقياس وفترات التمثيل البياني بالأعمدة البيانات التي لها مدى كبير عادة ما تحدد لها فترات كبيرة على المقياس أما البيانات التي لها مدى صقير عادة ما تحدد لها فترات صقيرة على المقياس ثانيا متى يجب عليك استخدام مقياس مجزة في التمثيل البياني بالأعمدة أعط مثالا إذن يستخدم مقياس المجزع عندما تكون كل البيانات المعطاة لها مدى صقيل ولكن هذا المدى ليس قريبا من الصفر على سبيل المثال أطوال لاعبي كرة السلة بالسنتيمتر نجد أنها جميعا متقاربة ولكن أي منها لا يقترب من الصفر رقم ثلاثة هل يمكن استخدام مقياس واحد لتمثيل بيانه بالأعمدة؟ فسر إجابتك لا هناك مقايس متعددة ومختلفة وممكن للتمثيل البياني وذلك يعتمد على الأطوال التي تريد تحديدها على المقياس بند واحد سبع المتوسط الحسابي الوسط تعلمت قسمة عدد على عدد آخر والآن سوف تستخدم عملية القسمة لإيجاد المتوسط الحسابي لمجموعة من البيانات المتوسط الحسابي لمجموعة البيانات هو مجموع قيم هذه المجموعة مقسوما على عددها أي أن المتوسط الحسابي يساوي مجموعة القيم على عدد القيم من خلال مثال رقم واحد إذا كانت الدرجات التي حصل عليها عشرة طلاب في المسابقة العلمية هي سبعة وثمانية وستة وتسعة وستة وخمسة وثلاثة واربعة وستة وتسعة الدرجات من عشرة فأوجد المتوسط الحسابي للدرجات التي حصل عليها الطلاب الإجابة المتوسط الحسابي وهو مجموع القيم على عددها إذن مجموع القيم كما هو واضح أمامكم وعددها وهو عشرة إذن يساوي ثلاثة وستون وهو مجموع القيم على عشرة وهو عدد القيم ويساوي بعد قسمة مجموع القيم على عدد القيم ستة وثلاثة من عشرة درجات وأيضا لدينا مجموعة القيم التي أمامكم الإجابة المتوسط الحسابي يساوي مجموع القيم على عددها إذن ننظر إلى القيمة التي أمامنا واحد وعدد تكرارها مرتان إذن واحد ضرب اثنين زائد العدد اثنين وعدد مرات تكرارها خمسة إذن اثنين ضرب خمسة زائد ثلاثة وعدد تكرارها خمس مرات إذن ثلاثة ضرب خمسة زائد أربعة وعدد مرات تكرارها مرتان إذن أربعة ضرب اثنين على أربعة تعش التي تمثل مجموع النقاط المجمعة التي أمامنا وتساوي خمسة وثلاثون على أربعة تعش وتساوي اثنين وخمسة من عشرة نأخذ أيضا الفقرة أوجد المتوسط الحسابي لكل مجموعة من البيانات هنا أمامنا فرق كرة السلة في نوادي الشباب في بعض المحافظات وعدد المباريات التي لعبتها الإجابة المتوسط الحسابي ويساوي مجموع المباريات التي لعبها كل فريق رياضي على عددها وعددها يمثل خمسة أفريقا وتساوي مئة وستة وثمانون على خمسة وتساوي سبعة وثلاثون واثنان من عشرة الآن بند واحد ثمانية الوسيط والمنوال الوسيط المجموعة من البيانات هو العدد الذي يتوسط البيانات عندما ترتب تصاعديا أو تنازليا وإذا كان لمجموعة البيانات عددان وسطان فأن الوسيط هو من توسط هذين العددين المنوال لمجموعة من البيانات هو المفردة أو القيمة الأكثر شيوعا أي تكرارا مثال لأمامكم القيم التالية توضح الوقت بالدقائق الذي استقرقه تسعة طلاف الإجابة عن أحد الأسئلة في مادة الرياضيات الآن أمامنا الدقائق احسب الوسيط والمنوال للوقت المستقرق في الإجابة عن السؤال الإجابة أمامنا القيم مرتبة ترتيبا تصاعديا الوسيط القيمة التي تتوسط القيم بعد ترتيبها تصاعديا أو تنازليا إذن بداية نرتب تصاعديا أو تنازليا ومن ثم نوجد الوسيط الوسيط القيم بعد ترتيبها هو رتبة الوسيط الخامس إذن الوسيط الآن هو في المرتبة الخامسة أمامنا إذن فيكون الوسيط هو القيمة خمسة عشر المنوال المنوال هو القيمة الأكثر تكرارا بين مجموعة القيم إذن القيمة الأكثر تكرارا هي الأربعة عشر من خلال مثال رقم أربعة إذا كان أجور 12 عاملا بالدينار خلال أسبوع هي أمامكم أجورهم أوجد الوسيط والمنوال لأجور العمال في هذا الأسبوع الإجابة القيم مرتبة إذن رتبة القيم ترتيبا تصاعديا الوسيط القيمة التي توسط القيم بعد ترتيبها تصاعديا أو تنازيا نلاحظ أن هناك قيمتان تتوسطان بقية القيم هما 76 و 114 ولذلك فالوسيط هو متوسط هذين القيمتين إذن الوسيط يساوي مجموعة القيم على عددها إذن 76 زائد 114 على عددها وهو 2 يساوي 190 على 2 يساوي 95 دينار هنا يوجد منوالان هما 50 و 114 فلننظر إليهما نجد أنهما تكرر مرتان مثال رقم 5 أوجد الوسيط والمنوال هنا عندنا القيم المجمعة بعد ترتيبها ترتيبا تصاعديا هناك قيمتان تتوسطان بقية القيم هما 12 و 13 ولذلك فالوسيط هو متوسط هذين القيمتين إذن الوسيط يساوي مجموعة القيمتين على عددها و يساوي 25 على 2 و يساوي 12 و 5 من 10 أما المنوال فهو القيمة الأكثر تكرارا نجد أن العدد 10 هو القيمة الأكثر تكرارا و تكررت ثلاث مرات ننتقل إلى مثال آخر وهو المثال رقم 11 أوجد الوسيط و المنوال و المتوسط الحسابي للبيانات التالية أمامنا النقاط المجمعة على خط الأعداد والأعداد أمامنا أيضا مرتبة ترتيبا تصاعديا من خلال النقاط المجمعة على خط الأعداد الوسيط الوسيط نجده 85 و هو القيمة التي تقع في الوسط أما المنوال أيضا نجده العدد 85 ولكن لأنه أكثر الأعداد التي تكررت إذن المنوال وهو أكثر الأعداد التي تكررت يساوي 85 المتوسط الحسابي و يساوي مجموعة القيم إذن ننظر أمامنا إلى 81 ضرب عدد تكرارها زائد 82 ضرب عدد تكرارها زائد 83 ضرب عدد تكرارها زائد 84 ضرب عدد تكرارها زائد 85 ضرب أيضا عدد تكرارها زائد 86 ضرب عدد تكرارها زائد 87 ضرب عدد تكرارها على عدد هذه القيم و هو 15 و يساوي 84 و 3 من 10 تقريبا من خلال المثال لأمامكم ظل الدائرة الدالة على الإجابة الصحيحة رقم واحد المتوسط الحسابي للأعداد 6 و 7 و 7 و 7 و 6 و 4 و 4 و 7 و 2 و 0 ما هو المتوسط الحسابي للأعداد التي أمامنا نجد أن المتوسط الحسابي يساوي مجموع هذه القيم على عددها و هو 10 و يساوي 5 إذن الإجابة هي باء تحقق من فهمك هل المتوسط الحسابي بمجموعة من البيانات هو عدد من أعداد هذه المجموعة فسر إجابتك ليس بالضرورة أن يكون المتوسط الحسابي هو عدد من أعداد هذه المجموعة حيث أن المتوسط الحسابي هو ناتج قسمة مجموعة العداد على عددها ننتقل إلى السؤال الثاني من نفس المثال الوسيط للقيام التالية التي أمامكم 25 31 28 25 21 22 32 25 32 هو طبعا لإيجاد الوسيط نبدأ بترتيب هذه القيم إذن نجد أن القيمة 25 هي التي تمثل الوسيط إذن الإجابة هي G الآن لن تحقق من فهمك وسيط مجموعة البيانات هل يكون دائما أحد أعداد هذه المجموعة وماذا عن المنوال فسر إجابتك الوسيط ليس دائما أحد قيم البيانات فأحيانا يكون المتوسط الحسابي للوسيط طيب أما المنوال دائما هو أحد قيم البيانات في معدى تظهر كل البيانات مرة واحدة عند إذن لا يوجد منوال لمجموعة البيانات إذن إذا وجد منوال فهو أحد قيم هذه البيانات من خلال هذا المثال السؤال رقم 4 أي الإعداد التالية ليس متوسطا حسابيا ولا وسيطا ولا منوالا لمجموعة البيانات التالية 6 و 7 و 7 و 7 و 7 و 6 و 4 و 7 و 7 و 2 و 0 إذن الإجابة هي جيم والآن أعزائي الطلبة وصلنا إلى ختام حلقة هذا اليوم وكان موضوعها الوحدة الأولى جيم وصل البيانات في ختام هذه الحلقة نتمنى أبناء الطلبة والطالبات أنكم قد استفدتم من هذه الحلقة ونتمنين أن نلقاكم في الحلقة القادمة مع السلام ترجمة نانسي قنقر